وقعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي للتحقق من مطابقة المسافرين من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة عبر جسر الملك فهد نعم وتشمل مذكرة تفاهم الإجراءات والاشتراطات الصحية المعمول بها في البلدين للتصدي لفيروس كورونا حيث يأتي ذلك دعما للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا هذا ووقع مذكرة تفاهم سعادة السيد محمد بن علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين وسعادة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بحضور معالي السفير الشيخ حمود بن عبدالله الخليفة وعدد من المسؤولين في الجانبين وذلك في المقر الرئيسي للهيئة السعودية في الرياض ترجمة نانسي قنقر